موسيقى مساء الخير كل مشاهدي ومتابع قنوات ون تايم سبورس في كل مكان وكل ما يخص الألعاب الرياضية المختلفة في كل الملاعب والصلاة سواء العالمية أو الأفريقية أو العربية وبالتأكيد كل أخبار أبطلنا ومسابقاتنا المحلية ودايما شعرنا في ملاعب الأبطال زي ما ملعبنا كتير أبطلنا أكتر بكتير ديوف حلقتنا النهاردة في ملاعب الأبطال اتنين من بطلات مصر في رياضة الكاراتي هيكونوا معانا النهاردة كابتن أحلام حمدي دهابية العالم في الكاراتي بطولة اللي خلصت يعني من أيام والبطل لحاية الميدالة الدهابية في الفردي في وزن 55 كيلو جرام وبطلة العالم أيضا كابتن سهيلة أحمد لعبت منتخب مصر للكاراتي طبعا في الفرق والحققات الميدالة الدهابية البطولة اللي أقيمت في الإمارات وحققوا أبطلنا عديد من الميدالات حنتكلم عنهم الحياة الاتنين بطلتين كبيرتين حققوا نتائج مميزة في أو مع بعثة مصر اللي حققت المركز الثاني في بطولة العالم في إنجاز للكاراتي المصري بالحصول على 8 ميداليات في بطولة العالم بواقع 3 دهابيات وفضيتين و3 برونزيات هيكون حوار مهم مع البطلتين النهاردة كابتن أحلام وكابتن سهيلة في الجزء الثاني قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكو على فكرة الدعم المادي أو الدعم المالي اللي بيقدم للاتحادات الرياضية وبيقدم لللاعبين اللي بتمثل المنتخبات الوطنية خلال الفترة اللي بتسبق أو بتكون قبل أولمبياد باريس 24 ودائما بعد كل دورة أولمبية لمدة شهر واحد أو أقل كمان بنفتح ملف اللي تصرف على الألعاب وعلى الاتحادات وعلى البعثة وليه ما حققناش نتائج واللي تصرف كتير وبعض الناس بتقول اللي تصرف قليل وعلشان نصنع بطل عايزين ميزانية أضعاف أضعاف طبعا من المصاريف اللي تصرفت وكلام كتير وفي النهاية الموضوع بيتقفل وخلاص وبنبدأ في معترك الانتخابات في الاتحادات وبعدها الاستعداد للدورة الألعاب اللي بعدها وكل مرة نفس السيناريو ونفس الكلام يعني حتى الكلام ما بتجدتش يعني نفس الكلام اللي بتقال طيب يا عم إبراهيم يام زين انت عايز منينا ايه وعايز تقولينا ايه الموضوع بسيط جدا ومش محتاج لأي هصة أو كل الهصة اللي بتحصل في الموضوع ده البداية لازم كل اتحاد يقدم خطته والمتوقع انه هيحققه ويحدد بالزبط هيعمل ايه وعشان يحقق ده محتاج معسكرات وبطولات يشارك فيها والبطولات دي بتساوي كام وكمان مصاريف اللعيبة والأجهزة الفنية دي بتساوي كام ولازم هنفصل طبعا نازم نفصل ما بين الدعم اللي بتقدم للاتحاد بشكل عام والدعم اللي بتقدم للاتحاد علشان الاستعداد للأولمبياد أو دورة الألعاب الأولمبياد لان فيه مثلا بطولات افريقيا وبطولات عالم وبطولات عربية وبطولات دولية ودي ميزانية منفصلة عن ميزانية الاستعداد للأولمبياد يعني ما ينفقش نقول الاتحاد ده مثلا بياخد عشرة جنيه وما حققش ميداليا في دورة الألعاب الأولمبياد لان ممكن الاتحاد يكون واخد الدعم ده عشان بطولات تانية هيشارك فيها لانه مش هيقدر يحقق حاجة في الأولمبياد وبالتالي اللي ما ينفقش نخلط الأوراق دي ببعضها ولازم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية يحددوا في تقديم الدعم ان ده مخصص للأولمبياد وده مخصص للدعم العام للاتحاد وبطولات المحلية علشان كده انا اخدت المبلغ ده وهقدر احقق ايه في الأولمبياد عشان لما نيجي نحاسب مجال استدارة الاتحادات ونحاسب الجهاز الفني واللعيبة نقول احنا عملنا خطة شكلها ايه واتنفذ منها ايه والنتيجة كانت ايه انما أرقام وانتوه في النهاية ما بين كانت الفلوس دي علشان ايه وتصرفت ازاي دي حلقة هنفضل ندور فيها من غير ما نلاقي اي حلول طبعا النقطة التانية والمهمة ايضا لازم نتكلم فيها لازم نفرق ما بين مصاليف وتكاليف كل لعبة عن التانية يعني فيه ألعاب ورياضات تكلفتها كتير جدا بسبب الأدوات المستخدمة وده بيخلي طبعا اللي بيحط خطة الدعم عامل حسابه على ده يعني فيه لعبة مش محتاجة أدوات كتير يعني فيه الألعاب مش بتحتاج أدوات بمبالغ كبيرة يعني وفيها اللعبة تانية بتحتاج أدوات وبتحتاج مصاليف كتير جدا مثلا زي لعبة الخماس دي خمس العاب طبعا كل لعبة لها احتياجاتها الخاصة وليها المتطلبات المالية بتاعتها فلازم نفرق طبعا الكلام لوزارة الشباب واللجنة الولمبية هنا بقى نعمل تحليل ما بين خطة الاتحاد والمستهدف من الخطة وتكاليف اللعبة نفسها وندي كل اتحاد على حسب التحليل ده ونتيجته المتوقعة عشان نقدر نحاسب صح لأننا ساعات بنلاقي لعبة بتصرخ بتقول مفيش دعم ومفيش أو مش عارف أصرف على نفسي ومش عارف أستعد وفيه تأثير معايا وانلاقي الاتحاد واخد فلوس كتير ولما تيجي تحاسب الاتحاد يقول لك أنا خدت الدعم ده وصرفته على بطولات قد كده وعشان كده نصيب اللاعب من الدعم بيكون قليل جدا طبعا احنا لسه بدري وبنحط وبنقول الكلام ده وبنحط النقطة على الحروف من البداية قبل بداية عام 22 عايزين نبدأ التنفيذ الفعلي لدورة الألعاب الولمبية بريس 24 عشان نقدر نحقق ميداليات ترضينا وترضي وتحقق طموحاتنا وخلال الفترة دي نحقق بطولات كتير بنتكلم عن طموح كبير دلوقتي للشرع المصري ليه على المنتخبات الوطنية الأولمبية بعد دورة توكيو ست ميداليات على طموح الشارع المصري وكل متابعين الرياضة المصرية سمعنا السلام الوطني في الدورة اللي فاتت هينطلب منكو بكلم الاتحادات واللجنة الولمبية بجد هينطلب منكو ان نسمع النشيد الوطني اكتر من مرة في الدورة الجاية فالموضوع بقى صعب بقت الموضوع مش سهل لا يبقى لازم نستعد من دلوقتي نبدأ نحدد الخطط بتاعتنا بتمنى بتمنى الحاجة دي بتمنىها جدا والله العظيم بجد كل اتحاد يروح كده للوزارة يقدم لهم الميزانية انا عايز الميزانية دي علشان انا هعمل ثلاث ميداليات هعمل خمس ميداليات هعمل ميداليتين ولو ما عملتش حاسبني وامضي لك على كده هل في رئيس اتحاد يجرؤ انه يعمل كده يقدم للوزارة انا عايز الدعم ده انا عايز مثلا عشرة مليون عشرين مليون تلاتين مليون عشان اجيب ثلاث ميداليات واللي يجيب التلات ميداليات فلان وفلان وفلان بدون توقعات زي ما قولنا قبل كده التوقع هو تنجيم هو ضرب بالغيب لا في الرياضة واحد زاد واحد بيساوي اتنين ده علم ده علم إنما اعتمادنا سعاد بيكون على لعيبتنا في الفروق الفردية اللعيبة اللي عندها فروق فردية ده اللي بنتكلم فيه لازم يكون خطة واضحة لكل اتحاد ويقدمها ويعلنها احنا عنجيب ميداليتين أو تلات ميداليات وفيه اتحاد تاني يقول انا مش هقدر اجيب ميداليات يحترم يحترم طبعا هي دي الفكرة طيب سؤال حالة النهاردة هو مش سؤال طبعا هو رسالة وجه رسالة او كلمة لابطال مصر في الكاراتيه بعد تقلقهم في بطولة العالم هنشوف الاجابات والردود وطبعا الردود التشجيعية لابطالنا هشام عاطف مساء الفل عليه كابتن ابراهيم لازم ندعم كل شباب مصر وكل الرياضة مش الكورة بس وربنا معهم ويقدروا يحققوا انجاز لمصر باذن الله اهلا وافتخر شكرا يا هشام محمد حمادة انتم ابطال ودايما على قدر المسئولية ولكن وراكم وكلنا وكاتب ولكن وكلنا وراكم يا ابطال شكرا محمد حمادة على دعمك فادي محمد بيقول مساء الفل عليك كابتن ابراهيم لعيب رجالة وعلى قد المسئولية وتحياتي ليك تحياتي ليك فادي عمر منتصر مساء الخير عليك كابتن ابراهيم لعيب رجالة وبتوفيق لهم فيما هو قادم ان شاء الله شكرا يا عمر عمر ابراهيم او عمير ابراهيم بيقول ابطال باسم افريقيا الوطن العربي باكمل والتوفيق لابطال مصر شكرا يا عمير طبعا دي كانت رسائل الدعم لكل ابطالنا في الكاراتي ابطالنا شرفونا بصراحة في طوال العالم اللي فاتت زي ما شرفونا في دورة الالعاب الالمبية طبعا زي ما عدناكم في كل حلقة من ملاعب الابطال عندنا اسطورة من اسطير الرياضة واللي كتبوا تاريخ كبير في الرياضة والتاريخ دايما بيذكرهم بيكونوا قدوة لاجيال كبيرة وفي عالم التنس او لعبة الملوك زي ما بيطلق عليها في اسطير كتير والاسطورة اللي بنتكلم عليه النهاردة هو الامريكي بيت سامبرس صاحب الاربعة وستين لقب جراند سلام واربعة واشريم مرة كان هو وصيف البطولات دي خلال مسيرته اللي استمر لت 14 سنة تعالوا نتعرف بينا على بيت سامبرس ونرجع نكمل حلقاتنا تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا تاني وتعالوا نتعرف على عنوين اخبار حلقتنا النهاردة من عنوين كتير مصر تطارد تونس على صدارة البطولة العربية للناشئين لألعاب القوة مصر تحصد ثلاثة ميداليات في ختام البطولة العربية للدراجات المهندس شريف العليان يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماس الحديث الجمعة ان شاء الله انطلاق البطولة الافريقية للكاراتي في استاذ القاهرة منذ قليل الاهلي يتود بطلا لدوريا المرتبط لكرة السلة لسيدات منتخب الهوكي يخسر من باكستان في بطولة العالم للشباب في الهند باكستان تستهدف زيادة عدد لعبيها في أولمبياد بليس 24 اتحاد كرة السلة الصين يشكل لجنة لإدارة المنتخبات قبل الأولمبياد لسه الحلقة مستمرة فاصل ونواصل رجعنا تاني وهنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة من تونس وفعاليات البطولة العربية الثامنة لألعاب القوى للناشئين والناشئات المقامة في تونس خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 28 نوفمبر الجاري وبكرة ختم البطولة والمنافسة بين مصر وتونس على صدارة البطولة البطولة قوية وتونس طبعا البلد المنظم في الصدارة بمشاركة 13 دولة عربية مصر حققت أو مصر كانت حتى منافسات أمس في المركز الثاني براسيد 16 ميداليا من بينهم طبعا كانوا 5 ميداليات دهبية و4 فضة و5 برونز بينما كانت تونس في الصدارة براسيد 18 ميداليا بينهم 7 دهبيات و5 فضيات و6 برونزيات النهاردة بعثت مصر حققت نتائج مميزة في البطولة ووصلنا لحد الميداليات بحصول زينة يحي على الميداليا الذهبية في القفز بالزانة وحصول آية الله أحمد على الميداليا الفضية وبكده أبرز نتائج بعثت مصر كانت تامر أشرف حقق ذهبية القفز بالزانة زياد عمر حقق ذهبية الوثب العالي آية دياصتي ذهبية الوثب العالي أيضا ملك أيمن حقق ذهبية منافسات السباعي زينة يحي حقق ذهبية القفز بالزانة أحمد أصام حقق فضية سباة 800 متر نور حسام حقق فضية منافسات العشاري مركب وصارة ماجد حقق فضية منافسات السباعي مركب منات الله يحي حقق في رمي القرس من ديلا فضية سلمة عبد الحميد فضية الوثب الطويل آية الله أحمد أيضا حقق فضية القفز بالزانة أمل صلاح برونزية الخمس تلاف متر مشي عمر عبد العزيز برونزية المية وعشر متر حواجز مور الشرباجي برونزية المية متر عدو بنات والجميل طبعا في نتائج بعتت النشئين والنشئات في البطولة العربية أننا بنحقق ميديليات في الوثب العالي والعشري والسباعي وال800 متر والقرص يعني عندنا مواهب في المنافسات المختلفة دي لألعاب القوة من النشئين والنشئات يجب أننا نشتغل عليهم يجب أننا نرعاهم علشان نحقق ميداليا نفسنا في ميداليا أولمبية في ألعاب الأرقام والأمطار إن شاء الله وأبطالنا وإن شاء الله نقدر نحقق الميداليات دي نستنيين ميداليا أولمبية في ألعاب الأرقام طبعا من ألعاب القوة هنروح لأخبار الدراجات منتخب مصر الدراجات فاز النهاردة بثلاث ميداليات في البطولة العربية لدراجات البياماكس واللي أقيمت منافساتها في اليوم الأول في مدينة المستقبل وذلك طبعا في ختام البطولة العربية للدراجات اللي اختتمت النهاردة واللي كانت بدأت بسبقات الطريق ثم سبقات المدمار ثم سبقات الدراجة الجبلية واختتم اليوم بسبق واستمرت المنافسات البياماكس لأكتر من 13 يوم بمشاركة أكتر من 400 لاعب ولاعبة من الشباب والكبار ومتحدي الإعاقة وجاءت نتائج البياماكس دراجات طبعا البياماكس الكبار طبعا كانت النتائج مصرية خالصة حيث فاز ثلاثي منتخب مصر عبد الرحمن ماهر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن سالم بالمراكز التلاتة الأولى للسباء على الترتيب طبعا ليحصدوا بذلك ميداليات السباء الذهبية والفضية والبرونزية فيما جاء الإماراتي عبدالله الحسني في المركز الرابع وجاء لاعب منتخب مصر نور الدين أحمد في المركز الخامس وكان فيه مسابقات الدراجات الجبلية واللي أقيمت منافساتها بمحمية ودي ديجلة واللي اختمت أمس بمشاركة 8 دول وكانت طبعا منافسات شارسة جدا في الدراجات سواء الجبلية أو على الطرق من الدراجات هنروح لأخبار الخماسي الحديث المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث المصري والأمين العام للجنة الأولمبياء المصرية يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث اللي أقيمت النهاردة طبعا في مدينة موناكو في فرنسا والانتخابات أقيمت أونلاين بعد حصول وحصل على مهند شريف على 53 صوت بنسبة 67.9 من 10 من إجمال الأصوات يعني مصر بقى عندها دلوقتي نائب الرئيس الاتحاد الدولي للعبة كبيرة زي الخماسي الحديث والانتخابات أو اختيار مهند شريف العليان طبعا ده يكون حافز كبير للاتحاد المصري للخماسي ودفعة كبيرة لمصر بالنسبة للخماسي الحديث طبعا إنك تجمع الجمعية العمومية وتقدر تناقش وتشرح الانتخابات عن طريق الونلاين بتكون الموضوع صعب جدا لأنها تتوقف على يعني التواجد المفروض يعني يكون فيه الفيس توفيس لإقناع المرشحين أو المصوتين إنهم ما يصوتوا لك ولكن المعندس شريف العليان بمبارك لكلنا على المنصب الجديد واللي بتتمنى يكون إن شاء الله خير للرياضة المصرية عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد السلاح حفاظ بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاحة سلام كده عندنا الإبريس الاتحاد الدولي للخماسي والمكتب التنفيذي الآن في السلاح لأول مرة في تاريخ مصر نحصل على هذا المنصب في الانتخابات اللي أقيمت في لوزان النهاردة من الخماسي نروح للكاراتيه والبطولة الأفريقية للكاراتيه هتنطلق يوم الجمعة إن شاء الله على الصالة صلاة السادة القاهرة إن شاء الله وحيكون في مشاركة لأبطالنا ولعيبي منتخب مصر يكون على صالة واحد بمجمع الصلاة نتمنى إن شاء الله من الجمهور المسندة لأبطالنا ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق زي ما بيشرفون في المحافل الدولية الكاراتيه طبعا في البطولة دي بطولة أفريقية في 18 منتخب لحد اللي وقت طبعا أكدوا إن هم هيشتركوا في البطولة من طبعا الدول الأفريقية اعتشم لبطولة مسابقات طبعا الكوميتيه والكاتا وهيشارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين واللعابات الاتحاد عمل النهاردة تقييمات للعبي المنتخب تمهيدا للإعلان عن القيمة النهائية لمنتخب منتخب مصر طبعا اللي هيشارك في البطولة المنتخب هيدخل معسكر خلال الساعات المقبلة تمهيدا لمشاركة في البطولة وإن شاء الله يكون اللقب من نصبنا ونحص كل الميداليات منتخبنا الوطن للكاراتيه طبعا زي ما احنا عارفين أصحاب الإنجازات والصوالات والجوالات في منافسات بطولة العالم بالإمارات طبعا منتخبنا احتل المركز الثاني في ترتيب العام برصيد 8 ميداليات بواقع 3 دهبيات وفضيتين و3 برونزيات طبعا ألف مبروك للكاراتيه أصبح مصدر فرحة كبيرة للمصريين دلوقتي زي وزي السكواش وزي الكورت اليد وزي ألعاب كتير بكده تكون خلصة أخبار ألعابنا الفردية تعالوا نروح نتعرف على تفاصيل أخبار ألعابنا رجعنا تاني وهنبدأ جولة أخبار ألعابنا الجماعية من كرة السلة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق الفوز على سبورتينج في نهاي دوري المرتبط ليتوج الأهلي باللقب بعد مفاز فريق المرتبط في مباراتي الذهاب والإياب وفاز فريق السيدات إيابا بعد مفاز فريق المرتبط في مبارات الذهاب طبعا لسه مع كرة السلة الفريق الأول لنادي الأهلي بقيادة الموديل الأسباني وجوستي بوش حقق الفوز على القناة بنتيجة 80-70 في المباراة الأولى من دور التمهيد المؤهل لبطول الدور السوبر الفريقين قدموا مباراة جيدة وشهد الربع الرابع أداء قوي جدا من فرقة القناة وقدرت أنها تقرب الفارق بشكل كبير الزمالك كمان كان حقق الفوز على النادي الأولمبي بنتيجة 80-62 أمس وكمان الاتحاد السكندري حقق الفوز على الشمس بنتيجة 95-53 الأهلي كان حقق لقب دور مرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي الأهلي كمان حقق لقب البطولة العربية التي أقيمت في الأسكندرية كل التوفيق لكل الفرقة المصرية ويا رب نشوف قوة المنافسة وطبعا الإثارة على مستوى المنتخب ونشوف المنتخب الوطني طبعا إن ده كل ده بيصب في مصلحة المنتخب الوطني طبعا اللي هيكون في فترة حالية للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم هنروح للهوكي منتخب مصر للشباب الهوكي خسر النهاردة من منتخب باكستان 3-1 في ثاني مباريات الفريق في بطولة العالم للشباب المقامن في الهند حاليا منتخب الشباب كان خسر أول مباراة لأمام منتخب الأرجنتين بنتيجة إلوية 14-0 في أول مباراة واللي كانت نتيجة كبيرة وتاريخية طبعا وكانت هي الأكبر في تاريخ البطولة لحد ما منتخب أسبانيا فاز على منتخب أمريكا بنتيجة 17-0 كده منتخب مصر فاضل لمباراة واحدة في المجموعة الرابعة أمام منتخب ألمانيا وفرص تأهل منتخب مصر بدور التاني طبعا مش موجودة والمباراة الأخيرة هتكون تحصيل حاصل أكيد النتيجة الكبيرة دي والخسارة الكبيرة من الأرجنتين والنتاج لاتحقات في البطولة دي لازم لها وقفة من اتحاد الهوكي في الفترة الحالية لأن المفروض دجيل للمستقبل لسه عن الهوكي وفريق الزمالك الهوكي كمان تأهل للدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا للهوكي المقامة حاليا في غانا بعد الفوز على فريق الإرادات الغاني صاحب الأرض والجمهور ومنظم البطولة بنتيجة 1-0 كمان فريق التصنيع المصري اتأهل لنفس الدور بعد الفوز على وازليندو الكيني بنتيجة 4-2 وفي حين ودع فريق الشرية الدخام منافسات البطولة الأفريقية بعد خسرته أمام كادا ستارز الناجيري بنتيجة 8-1 طبعا بالتوفيق للفرقة المصرية المشاركة إن شاء الله في البطولة وإن شاء الله يعني اتمنى فريق منهم يحقق اللقب طبعا بكده تكون خلصت أخبار علعبنا الجامعية لكن لسه معانا أخبار من أولمبياد باريس أخبار باريس أو دورة لعب الأولمبياد باريس اللجنة الأولمبية في باكستان أعلنت إنها بتستهدف زيادة عدد اللاعبين المتأهلين في رياضة الرماية بالأولمبياد باريس 24 طبعا وده بعد ما الاتحاد الدولي أعلن في وقت سابق عن زيادة حس تقارة آسيا المشاركة في الأولمبياد القادم اللجنة الأولمبية في باكستان قالت إنها شاركت بتلات لعبين في أولمبياد توكيو 2020 وإن قرار زيادة حس تقارة آسيا من 38 رياضي لـ 48 رياضي هيكون في يعني مصلحة الرياضيين في باكستان وقالوا مسؤول اللجنة الأولمبية في باكستان إنهم بيستهدفوا المشاركة في أولمبياد باريس بأربع أو خمس رياضيين طبعا في الرماية لسه مع أخبار باريس 24 انتحاد كرة السلة الصيني أعلن تشكيل اللجنة مهمتها النهوض بمستوى منتخباء الرجال والسيدات وتأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 24 انتحاد الصيني قال إن اللجنة اللي تم تشكيلها حديثا هتتولى إدارة كل ما يخص المنتخبين سواء الرجال أو السيدات ويكون ضمن مهم اللجنة دي وضع الخطط الفنية للوصول بالمنتخبين لأعلى مستوى قبل أولمبياد باريس الاتحاد قال كمان إن اللجنة هتكون مهمتها بشكل كبير في إدخال طبعا عنصر التكنولوجيا من خلال تحليل أداء اللاعبين والمنتخبات طبعا وإن ده هيكون لأثر إيجابي على مستوى الفني لمنتخباتها منتخب السيدات كان حق المركز الخامس في أولمبياد توكيو 2020 والاتحاد الصيني قال إن الهدف هو حصد ميداليا في أولمبياد باريس 24 الصين بدل حطت في ادمخ حاجة هنشوف نتائجها في الدورة الجاية بكده تكون خلصة أخبار حلقتنا النهاردة هنطلع فاصل ونرجع نستقبل كابتن أحلام حمدي لعبة منتخب مصر الكاراتي بطلة العالم والكابتن سهيلة أحمد أيضا بطلة العالم في الكاراتي ولكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بناتك يا مصر دول حكاية بالدهب كتبوا رواية للتاريخ وتكون بداية تتحكى طول السنين ومن غير كتر كلام معايا أبطال العالم في الكاراتي سهيلة وأحلام بنراحب يوم سهيلة أحمد بطلة العالم في الجماعي منورة شاشة On Time Sports مبروك على المديلات دهب والسه نتكلم مع وضوة الإصابة كبير بطلتنا طبعا أحلام حمدي البطلة الكبيرة بطلة العالم دهبية العالم في الفردي في وزن 55 كيلو صح مبروك الميدالي الله يبارك في حضرتك وعايزين كده مع البداية كده نتكلم عن المباريات اللي انت لعبتيها في طول العالم أنا لعبت أول مواتشي مع أوكرانيا كرواتيا او كرواتيا انا فكارك جدا ايونا سألوا الله مطلق متفعلا ما بين الاتنين المواتش كان صعب خلص الحمد لله تلاتة اتنين يعني كنت كذبة لتنين صف بعد كده هي جابت وزاري بنقطتين في آخر خمشهات سانية تمام فهي كان سنجل تلغى وكان المواتشي وصل لترجيح فالمواتشي جبت على آخر سانية نقطة خلص سنة اتنين مواتش كان صعب على فترة او كان صعب المواتش كان مهم والمباراة اللي بعدها كمان انت كسبت تركيا تركيا عشرة اتنين عشرة اتنين والمباراة اللي بعدها اوبروس تسعة صفر وروسيا ستة تلاتة وامريكا انسحبت طبع للاصابة انا بقولي النتائج دي لسبب ان احلام عاملة نتائج عالية جدا قوية جدا في بطولة العالم يعني وما فيش يعني فيه فرق مستوى بينها وبين اللاعبات العالميات المصنفات الاوائل بالنسبة بقى لبطلتنا سهيلة اخبارك ايه الحمد لله بصراحة قبل اي حاجة انت بطل بعيدا على الميدالة الدهب في الفرق ايه اللي حصل في المباراة اللي انت تصابطي فيها مع لعابة فرنسا لا انت تحكي للناس هحكي لك الماطش من الاول دمان بس او ماطش الفرنسا ده كان ماطش الفاينل وطبعا احنا الدهب بالنسبة لنا كلنا كمصر كتفرع معنا في الترتيب العام واحنا يعني حاجة لنا كبنات احنا طبعا بالنسبة لنا الدهب غير الفضة طبعا فاحنا كنا هنموت عليها واحساسك بالمسئولية كبلدك ان انت عايز ترتيب العام الميدالية وفي نفس الوقت انت عايز تجيب الدهب لنفسك وبصراحة موضاكة من ايه فيه فيه مسئولية عالية قوي لما نزلنا الماطش احنا بنبقى مقسمين والكابتن بيبقى عنده مسلا رؤية في ترتيب البنات كل حد ينفع يلعب قدام مين فهو بيعمل اختار التشكيل بتاعنا قدامهم واحدين ترى اللي لعبت كتفريال اه صح كذبت فدي كسبت سكور وهي كان مطلوب منها انها تنزل وتعلي السكور بحيس ان احنا تاني ماطش اللي هي البنت التانية اه اه دي يعني كانت قتل واحدة في الفرقة التانية ان احنا نقفل الماطش بتاعها ويبقى احنا ضمنين ان احنا لو تعادلنا بعد كده او حتى كسرنا احنا خلص الحاجة الكسبانية خلاص كان من البدالية صح فلما نزلت الماطش الماطش كان شغال تلاتة واحد واستلحنا كان السكور بتاعنا اعلى يعني فرق نقطة من فريال تمام فأنا لما تصط كان فاضل دقيقة في الماطش ولو كنت خرجت كان الماطش هيخلص تمانية صفر للبنت اه فيبقى هما السكور بتاعهم اعلى لو البنت التالتة عدلت معنا احنا هما اللي كسبوا فأنا كان لازم اكمل الماطش باي نتيجة علشان ما نخرجش السكور بتاعنا اقل منهم طب يعني دلوقتي علشان تكمل الماطش نسمع بقى كلام سؤال لشان تكمل الماطش ده اللي بنتكلم فيه عندك اصابة وعندك قطعة صح التشخيص المبدأ قطعة وغضروف فروبات صليبي طب غير ان احنا نكسب ان تكملتي برضو في حاجة تانية في حاجة تانية جواك يا رجل تكملي بصوا تعب يعني تعب مش بيبقى تعب سنة ولا سنتين ده تعب سنين مش قادرة ان انا اسيب الماطش غير كمان احساسي بالمسؤولية تجاه فريقي وتجاه بلدي انا نفسي حتى قدام نفسي لا انا مش هطلع من الماطش ده قلتله انا مش هطلع من الماطش ده غير وانا ميتها يعني انا الرجل الدكتور ما كانش راضي خليني اكمل وقت خنيته معي انا اتفرجت على الماطش بصراحة انا معلش لو انا يعني انا ممكن لو كمدرب ممكن انسحب لان احافظ عليك بس انت يعني اديتي درس كبير جدا في الاصرار والعزيمة احلام بقى عايزين نرجع كده ليه وانت عندك اتناشر سنة كنت قررت انت ببطلي كاراتيه خلص عشان ما ما كانت شايفانا اللي احنا مش عارفين نجيب مادليا كنا كل ما لينزل بتوعه نخسر كل ما لينزل بتوعه نخسر فهم قلت خلاص يعني انا شايفة اني مفيش امل احا كابتن اشرف لا 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 استني كابتن اشرف مصطفى كابتن اشرف مصطفى له هو كابتني لا لا استني البنات دي دي ها مستقبل بارة يعني وصح كان عندك يعني كان عنده حق في اللواء له الله علي والله بجد يعني رؤية مدرب طبعا رؤية خبير في اللعبة ان من بنت كانت هتبطل كاراتيه خالص ممكن بتخسر لاسباب اسباب ممكن مستوى اسباب ممكن يعني شوية ساعات بيقوله تحكمية شوية اه يعني اللي سمعناها ولكن هي كملت واصرت بعد اتناشر سنة بعد ما قررت انت تعتزلي وخلاص وتوقفي بعد كده كابتن اشرف قالك هترجعي تاني. ورجعت فعلا تاني. اه. بعد كده بطلت العالم. جت في تصفية اه. خسرتك بعد كده بعدها خسرت وبعلكها كسبت من ساعتها بقى وانا مسكن منزان خمسة وخمسة. لا لا انا عايزك ترجالي شوية كده بطلت العالم اه للشبات. اه تحت واحد وعشرين. اللي كانت في ابروس. اه في تشيلي. تحت واحد وعشرين. تحت واحد وعشرين سنة. من ده اللي برونزية. بطلة العالم. ده بيت العالم. انسات. 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 اه. وده كان حلمي من وانا صغيرة. الحمد لله وتحقق. طيب. اه. شوفت ماتش سهيلة اللي كان بتلعب اه. مع لعابة فرنسا. انا كنت بره معي. انا شجع. انا شجعها كده بالقلب فعلا. هو ده اللي احنا عايزين نعرفه بقى. شعور شعوركم مع بعض. لما اللي يعني دايما بيقولوا الالعاب الفردية او الكراتي. العاب القتالية متلا بيقولوا انها لعبة فردية. هم. ولكن هي في محتوها لعبة جماعية. يعني هو في الفردي دا الواحدين. انما في الجماعي لأ حتى اللي يعي قاعد برة. بيبقى مهتمة او باللي بيلعب. احلام حتى في الفردي انا سمع صوت كل المنتخب بيشجع. ايو ايو صح. انا متكلم عالجماعية. انا كنت سمعهم كلهم فعلا. انا متكلم على الجماعية في الموضوع ده. ايه اللعبة بالتجارة سپيرت قوي. طبعا. يعني اللعبة اساسها سبيرت. اه. فالسبيرت ده انت قاهم بتدي لنفسك سبيرت بس انت طبعا العوامل الخارجية الجمهور زميلك المدرب اللي قاعد معاك عالملعب اكتر الحاجات اللي بتديك سبيرت انت ممكن تبقى خسرانه في ثانية ولا ثانيتين تجيب الماتش وتجيب ثلاث نقط مثلا وتكسر. طبعا. بس ده مش بيجي برضو من سبيرت بتاعك لوحدك. انت بتبقى محتاج جزقة وتشجيع وزميلك وراك وصكين فيك ومدربك. فالسبيرت عندنا هو اهم حاجة. عشان كده بيفرق قوي يعني روح الجماعة. اكيد طبعا يعني اه انا عايزة رجع بس المباراة بتاعتك بعد اذنك يعني يا سوهيل اللي عايزين نعرف يعني اه قطع في رباط صليبي وغضروف وقمت كملت دقيقة كاملة تقريبا خمسة وخمسين ثانية صح? اه. دقيقة دقيقة. خمسة وخمسين ثانية. بزبط. اه. خمسة وخمسين? اه. صح? ايو ايو تاني. بس قمت بسرعة بعش الحكم كان يعني هيخرجني. فقمت بسرعة وطوله افتع من طوله كده. انا انا مصرية. طبعا انا مصرية وهكمل. اه. والله فعلا يعني بناتنا بناتنا دايما بيضربوا يعني اروع الامثال في القتال. مش في طبعا مش في القتال يعني بتكلم على حتى في الالعاب الدفاع عن النفس. زي ما احنا شايفين مصابة. بات صليبي. واضروف وقامت كملت. طبعا اكيد يا احلام انت مرتي بكل المشاكل دي في حياتك عشان توصل للميداليات ده. يا ده كتير. زي عايزين نعرف امثلة هيه اللي حصل بقى بكده في حياتك. زي ظلمة بقى ومسلا يجولي يعني عادة في البيت عادي قولي لا فيه تصفية دلوقتي. اه. تعالي حيان فيه تصفية. اه جمعا انت بقى انا عادة في البيت. مش عامل حسابي اني قصة فيه تصفية. كتير بقى حصلت كده يعني مش مرة او مرة لا كتير. يعني مسلا جدت في مرة قبل بطولة العالم بالزبط. عارف فيه تصفية عندك يوم الخميس الساعة تمالية بالليل. يعني فعز زحمة الكاهرة. اه. بالله طب يا جماعة والواحدي. يعني مش مع بقية المنتخب. طبعا خدت مشروع وطلت على. ورحت التصفية وكسبت يعني وكسبت والحمد الله. بس ليه بتحط واحد مسلا في ضغط وحش? انا كنت ممشي في الشعب اكلم نفسي. طيب هو ده بنتكلم فيها برضي دي مشكلة شوية في عملية التنظيم او عملية الترتيب. بالنسبة للاتحادات عامات ان ساعات بيتضغط عليه وفي وقت معين. وعايزين نعمل الحاجة دي في الوقت ده. ايبا. فبيضغطوا اللعيبة. بس يعني يعني ببقى ضغط نفسي بقى وضغطي كل حاجة اللي هو انا مش مش رحب اتكلم ده بس وعيط. والله طب بس بس انت رحت التصفية. رحت التصفية وكسبت الحمد لله. انت عملت تصفية تلات مرات عشان تلعب بطولة العالم. اه. اه. صح? مرتين. مرتين ولا تلاتة? انا اتقل لي تلاتة. تلاتة قبل الاستاذ. اه تلاتة. تلات مرات عشان صح? انا قبل الاستاذ كمان. احلام على فكرة انا انا يعني انا عارف عنك كل حاجة وانت مش عارف عنك. انا مش عافيني. مش قادرة اقول لها حضرتك قد ايه. طيب. شما كتير ما شاء الله التصفية بقى. طيب. الفريق. تلاتة. اتنين يكسبوا. يطلع الفريق اول. ولكن على حسب السكور. تمام? اه. اللعب الاول دايما بيكون عليه ضغط. اه. والله التلاتة عليهم ضغط صح? اه. كل حد عليه ضغط بطريقة معينة. اه. تلاتة عليهم ضغط. بس وممكن حد يكسب واتنين يتعادلوا فانت كسبان. اه. وممكن حد يكسب وحد يتعادل والتاني يخسر بس فرق نقط اقل ان اللي التاني كسبها فيبقى الفرق برضو كسبان. فالجماعيات دي بتتحسب طريقة مختلفة. ممكن الاولاني ده ينزل يعلي سكور والتاني يتعادل. التالت يخسر مسلا فرق اربعة مسلا. تمام. والتاني كسبان فرق خمسة. يبقى الفرقة بتاعتك كسبان. الموضوع صعب يعني. اه. يعني بحتاج كمان من المدرب. انت عارف مين القوي عنده عندهم اللي هتقفل معه المطش. وعارف مين الضعيف اللي هتعلي معه سكور. وعارف مين اللي هتحطه مسلا في الاخر بيعني عنده يروح وسبيرت يجيب لك المطش يا اما مسلا يخرجوا تعادل يا اما ما يخسرش نقط كتير. هي بقى تحط مين? انت مسلا معك تلاتة قدام تلاتة. تحط مين قدام مين? طب كابتن هاني قاشطة طبعا اكيد دار الموضوع ده بيديل الموضوع ده كويس. بصراحة اه. يعني دار بعلامي بصراحة. اه. هو فرق معنا في اه احنا لعبنا اربعة مطشاط كمان في اليوم الاول. اه. مع بلاد تقيلة اوكرانيا وايطاليا واليابان. تلات اه يعني كان تلات مطشاط وارا بعض اتقل من بعض وكلهم فيهم اعلى اقل اتنين ابطال عالم في البطولة دي. فكات المطشاط تقيلة وكاد محتاجة دي احنا في مطشاط كتير كسبناها فرق ان حد يكسى بسكور. اه. حد يتعادل حد يخسر فرق مسلا سكور معين. وانا عدي المطش كده. فهي كانت سياسة مين ينزل قدام مين دي كانت اهم حاجة معنا في الموضوع الجمعية. طبعا ديها خطة زي ما بحط خطة مدرب كرة القدم نفس الحكام حط خطة مدرب الكاراتيه. اه احلام دلوقتي عايز يعني اه ندخل شوية مع العيلة. اختك اسراء بتلعب كاراتيه. وكانت بطلة برضو هي صغيرة في الكاراتيه. كانت احسن مني. وكانت احسن منك. والله يعني ده يعني ده انكار ذات وحاجة جميلة جدا. بصراحة يعني. يعني طبعا بتقدم لها اتحية بطلة كبيرة بطلة مصر برضو اسراء. اسراء حمدي. اه العيلة كانت دورها ايه او الاسرة دورها ايه في دعمك انت واختك ان انتوا تكملوا في الكاراتيه. واحد صغيرين كانت عائلة بابا وعائلة ماما كانوا رفضين. اه. ازاي بنات تلعب كاراتيه ولا اه ده مش لعبتهم دي لعبة ناشفة ازاي يعني. طماما لقات تحديد معانا لحد الاخر. لحد يعني لحد اللحظة اللي انا فيها دلوقتي. تحية لها والله. والله فعلا تحية لها. تحية لكل ام يعني بتتعب عشان ولادها يكونوا كويسين في دراسيتهم وكويسين طبعا في الرياضة كمانا. ايه فعلا بتحديد معانا لحد دلوقتي يعني ربنا يعني ربنا يخليها النا فعلا. طي انت بدايتك في نادي سيدي جابر صح? او في نادي سيدي جابر. اه. بعد كده روحت نادي الأولمبي. كتقيه عارس انا. تمام. بعد كده كان بنك الاهلي. بعدين سموحة. بعد كده سموحة. سموحة سموحة حتى الشهور وبعد كده تحولت اعطوه بنك اهلي. اه. اسكندرية. تمام. كده روحت بنك اهلي جيزة. عادي فيه سنتين. وحاليا دلوقتي? اه مستقب الوطن. نادي مستقب الوطن في الجيزة ده. في الجيزة. صح? لا في القاهرة. في القاهرة. ما هي احنا ما هي القاهرة الكبرى. اه ده مع راشي. هو عندي في البحر الاعظم انا ما اعطيت صح? طيب. بالنسبة للتجهيز لبطولة عالم. والتجهيز بطل في الالعاب الفردية خصوصا في الالعاب لزي دي اللي بتحتاج طبعا. اه الناس شايفان انها بتتلعب بفروق فردية ان دول جيب الناس جمدة فبتقدر تضرب بتقدر اه انها تكسب برجليها وقديها ولكن ما يعرفوش ان فيه تعب وفيه حرمان وفيه تخسيس وفيه مجهود يعني عالي جدا وفيه مصاريف. طيب السؤال هنا. احلام عندك سبونسور? عندك راي? اه. ما عندكيش راي? بجد? بجد. السؤال اللي طبع عندك راي? اه. ما فيش سبونسور? ماما. ماما هي الراعي. الاسرة هي الراعي. اها ايو بالزور. طيب دقايب نتكلم في بردو في الحلقة بنتكلم طبعا عن ال Yeti. يعني بطلتين عالم. دهبيتين عالم. بدون راعي. يعني شكرا للعيلة وشكرا الاسرة وشكرا للاهل اللي هما الرأي الرسمي بتاعهم. هما اللي بصرفو. يعني الرعاب بتوعنا الاف ناس الجميلة يعني. احلام دهبيت العالم في الفردي. سوهيلة احمد. دهبيت العالم في الجماعي. الاتنين بدون سبونسر. بدون راعي. يعني بمجهودهم الفردي. اتمنى ان شاء الله نشوف لهم سبونسر ان شاء الله في البطولات اللي جاية. وآآ بنأمل في ذهب اكتر. طيب كابتن سهيلة. تلعبي في نادي الطهيران صح? اه. طيب. الدعم اللي بيعملوا لك النادي ايه بالزبط? بصوا انا نادي الطهيران آآ لسه نقلة فيه السنة دي. بصراحة انا روحت نادي الطهيران ليه? عشان انا آآ ما كنتش بلاقي دعم آآ من قبل كده يعني كان دعم مادي يعني مسلا نادي الطهيران بيديني مرتف في الشهر. عندي مدربة وعندي مدير الفني والرئيس الجهاز. بيجو لي البطولات يقفوا ورايا يكاتشنولي يشجعولي لو عندي مشكلة في الاتحاد بيروحوا يتكلموا متابعيني في كل البطولات. فده كان من اهم الاسباب اللي خلاني انقل من النادي مسلا لانا كنت فيه طول حياتي ان انا اروح نادي تاني. ده خلاني ابدأ ادوره على الحاجة زي كده. تماما. فهو كان الدعم اللوان نفسي والمادي اكيد ده كان اهم حاجة بسبب رئيسي يعني. اكيد طبعا الالعاب دي بتصرف والالعاب دي بتحتاج مجهود كبير في يعني المصاريف المادية عامة تاني يعني. هنطلع لفاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني ومع بطلاتنا بطلات العالم في الكاراتية اصحاب الدهب اللي رفعوا رايت مصر عالية في بطولة العالم في دبي. اه بطولة العالم احلام اول بطولة عالم كبار تلعبيها اول خطوة في بطولة عالم كبار. اه بزبط. وميداليا دهب. الحمد لله. مش هقولك بقى الكلام اللي هو عبت الف البرامج وبتاع ايه شعورك وايه. لا انا عايز اعرف شعور الناس اللي حواليكي. التيم اللي تعب معاكي. يعني على سبيل المثال كابتن اشرف مصطفى كابتن محمد جمال جيمي كابتن الماني صح? انا عايز حبايب كلهم يعني. شعورهم ايه لما هما شافوا ان هما حققوا امالهم فيك. هما يعني فرحوا يعني كلمة فرحة دي ولير عليهم. هما كانوا بيغنولي ورقصولي ويعني. في الاستقبال في المطار. اه يعني كنت مصدومة انا كنتش عارف اللي هما جايين. اه. انا الصدامت بس فرحة في نفس الوقت اللي لقيت كل اللي فعلا اللي بيحبيني جم. تمام. شكرا اللي يوم كلهم. تستاهل كل خير طبع تستاهل بطرة كبيرة ومشاء الله عليك. طب الكاس ده كان بطولة ايه? كانت ابرس اه بحر متقصد. بحر متقصد. بحر متقصد. بحر متقصد. اه انت جبت فيها دهب. مزبوط. دهبت برضو مع ناس اه كانت مهمة ايطاليا وافرنسا والناس دي اه. احلام احنا عايزين اه يعني قابل اي حاجة واجيه كلمة للناس اللي وقفوا جنبك لحد ما تطلعي وتوصالي ان انت تحصل مديلة دهب في طولة العالم. هما كلمة شكرا دي وليل عليهم الصراحة. كويس. عشان هما فعلا يعني لأ تعبوا معي جامد. تعبوا معي يعني بجد شكرا على كل حاجة هما عملها عشاني. هما شافوا مني حاجات كتير. بالذات ماما. هكيد طبعا بنقدم لها كل التحية طبعا. انا بس عايز اتكلم على اللي طبعا ابطالنا ابطال العالم اه التيم المصري او المنتخب المصري. كان عندنا طبعا حصل على المنتخب المصري طبعا احلام حمدي دهبية وزن خمسة وخمسين كيلو. منا شعبان فضيت وزن ثمانية وستين. ياسمين الجويلي برونزية خمسين كيلو جرام. وكان طبعا الفرق دهبية سهيلة وفريال وياسمين الهواري ومنا شعبان. مظبوط? اه. مظبوط كده? اه. طيب. بالنسبة للرجال يوسف عماد جاب دهبية وعبدالله ممدوح فضيت ميزان خمس سبعين كيلو جرام. وعلي الصاوي برونزية ميزان اقل من سبعة وستين كيلو جرام. طبعا منتخب مصر او البعثة المصرية للكاراتيه في طولة العالم في دبي حصلت على المركز التاني في الترتيب العام. اه انا مشابه كده للكاراتيه دلوقتي بقى زي في مصر. هو من زمان بصراحة. بقى صح? اه. مش من دلوقتي طب من قبل كده كمان. هو يعني ممكن يكون حصل قبل كده. اه. مسلا بطولة عام قبلها كان مركز بتاعها ما اقل شوية. تمام. بس هما رجعوا في الفين وتسعتاشر جابوا اول علم ترتيب في الشباب والناشئين والواحد وعشرين. اه. وبعد كاف اه عشرين وواحد وعشرين دي عملنا ترتيب مركز اه عام تاني. دي كان اخر مرة جبناها في الفين واربعتاشر. فطبعا ده ان احنا خلاص ان احنا راجعين وكننا اصلا نفارق بنا وبين اليابان واحدة ذهب. وطبعا دي حاجة يعني ان شاء الله المرة الجاية هنجيبها يعني. يعني انا دايما بقول في دول بتكون يعني اه. متصدر. متصدر اللعبة. في دول مسيطرة على اللعبة. ولكن اللي ما بتكلم فيه احنا بالنافس اللي اخترعوا اللعبة. اه. او ده الفرق الكبير انا عايز اتكلم فيه. لما بتلعبي مع العيبة اليابانية. شعورك بيبقى عامل ازاي? وديقول دول الناس اللي اخترعوا اللعبة وبيتطوروا فيها. هو بيبقى فيش هو التوتر. اه. لو لا اه مسلا لو طلعت كده ممكن هي تصد عشان هي مسلا اسرع. ممكن لو غلطت في حاجة مسلا هي ممكن تدخل مرة واحدة. فلا يبقى فيه حرس شوائي بس مش قوي. هو عشان ما يغلبش عليا. لو يعني لو خفت قوي لقى هخسر. لما لو لو يعني فيه حرس بس شوية يعني صغيرين. لأ ان شاء الله هجبه الماتش. حتى مع اليابان. حتى مع اليابان. احنا نكسب اي حد. نكسب اي حد. وعايزة اسألك على الماتش بتاع الروسية انت لعبت في السيمي فاينال في النص النهائي مع الروسية. اه. ودي بطلة كبيرة بمصنفات الاوائل. ده فعلا. كسبتها ستة تلاتة. يعني انا بصراحة كنت قاعد قلبي قلبي واقع في رجلها بصراحة. انا متفرج على الماتش. انا ما كنت شعره. تمانية صفر. تمانية صفر. هي بنت الطرد فتبقى لسكور لاحلام تمانية صفر. انا شفت الحد ستة تلاتة وبصراحة. هو ده لسكور الفعلي للماتش. اه. بس لما حد بياخد انذارات لحد الطرد. تمام. يبقى كأنه يعني هي كاي كسبانة يعني سكور رسمي تمانية صفر. يعني انت كنت ضغطة على لعاب التروسية الحد ما طفشتيها من البصات. بصات. 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 يو الماتش كان مهم فعلا. كان صعب. انا انا نازلة مش عايدة اعرف ميني الهلعب معي. اه. يعني انا فعلا قبل منزل. برافاري. انا مسألتش حتى الكابتل انا هلعب مع مين. برافاريك. انا نازلة وخلاص. انا هلعب انا عيدة وصلت ده. فعشان كده انا بلعب. زي دايما بقول اللاعبة حتى يعني في لعبة في العاب تانية بقوله انت مين اكتر دولة او متفوقين اللاعبة المتفوقين في اللاعبة مسلا فيقول لروسيا كوبا فقوله خلي دايما في دماغي حاجة. انا رايح اللاعب ان اكسب الناس دي. صح ولا لا? اي. احنا كسبنا اليابان في في الجماعة. يعني كسبنا اليابان في السيمي فاينل. والله احنا عندنا الكارات أي عني طبعا هو كان يعني احنا زعلانين ان الكاراتي مش داخل اولمبيات اللي جاية. او بس. بس عدل. وبنتمنى ان هو يعني يكون فيه يتكادول في凌مبيات اللي بعاديها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ويكون لكم نصيب طبعا انت لسه صغيرين في السن. ان شاء الله. يكون لكم نصيب ان شاء الله لميدالي اولمبيات. يا رب. يعني طبع علم مصر اترفع والسلام الوطني كان شعوركو يQué لوما شفتم في ريال لعبت كاراتيه. وانتوا لعبت كاراتيه. واول مرة دخول الكاراتيه في الاولمبيات. وفي ريال اشرف عملت ميداليا دهب. عايز كل واحدة كانت شايفة الموضوع ازاي. انا عيضت من كتب الفرحة. لو يعني ما شو الله في الكاراتيه ووصلنا فاينل. ويعني وجابت الدهب فلا كت حاجة مشارفة جدا جدا لمصر فعلا. كترفع رأس المصرين كلها. اكيد والله انا واحد من الناس انا. انا فخورة بها فعلا. كلنا فخورين بها طبعا في ريال اشرة بطلاتنا الدهبية في الالعاب الاولمبية. سهيلة اتفرجت عماتش ازاي وشفت ماتش في ريال ازاي النهائي. انا من تلاش تراكف بين سبورت مخص. بصراحة هو كان احساس بالفخر. انا حتى في الشغل اللي عندي مسلا كانوا بيتفرجوا معي على ماتشاط في ريال ومتابعينها. طبعا. وبصراحة كنت حاسب فخر اللي هو لعبتي انا واللي هو الكاراتيه اللي جاب الماداليا الذهابية. بصراحة في ريال يعني عمستوى الشخصي طبعا احنا صحاب. فاكيد كنت موسطى لها جدا. وان الكاراتيه فعلا ان هو اللي عمل الانجاز ده يعني حاجة بتثبت اللي هو ان احنا فعلا في الصدارة دايما وان احنا محتاجين افضل حقنا اكتر من كده في الظهور يعني. يعني بصراحة في ريال مساءات ما جابت اول لا الكاراتيه بقى الناس بتبصوا بطريقة مختلفة. احنا معاكم على فكرة احنا من بدري واحنا بنصادها تدقو على الكاراتيه. اكيد. يعني مش 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 من دلوقتي. لا بجد والله من بدري ومن الكاراتيه طبعا من الالعاب الصعبة والالعاب اللي الناس ممكن اه شايفة ان احنا متفوقين فيها بس فعلا ممكن ابطالها مش معروفين شوية. اه. طيب السبب ان مفيش انتشار لابطال الكاراتيه. ايه السبب اللي انت شايفها من وجهة نظرك? نعم. يعني اه يعني مفيش انتشار مفيش ظهور لابطال الكاراتيه. هل ممكن الميديا? انا بتكلم حتى انا في اونس بورت بقول هننقل كاراتيه بعد كده. عشان انتو تتعرفوا. او انا اصلا ذات نفسي ما بحبش اللي انا تقايني. حد يعرفني ذات نيات. لا ازاي لازم. انا مش بحب كده يعني. ده لا 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 هي تعودت يعني انا انا متعودة اي 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 انا كده. اه هو عشان اللعبة من زمان مش معروفة يعني مش مش معروفة. معروفة وسط الجمهور بتاع الكاراتيه انما ببرا الناس مش عارفها قوي. فاللعيبة نفسها هتلاقيهم متعودين ان هو محدش شوفنا محدش تفرج علينا كده. انما في ال اظن ده من يعني ميديا وتسويق للعبة نفسها. يعني اللي هو مسلا مين المسؤول عن الكاراتيه مثلا في مصر هو ان هو يسوق للعبة. اه. زي مسلا بتلاقي مسلا في التايكون دو هتلاقي روابط مسلا دايما عطول اه في ناس ما عمل لها سبونسر من هما حتى صغيرين. ايو. يبدأ ينزلولهم صور يبدأ الناس تعرفهم اللي هما حتى الناشئين. بدا لها كالف بدا لها بكالف فيه النهاردة. هما يطلع من هما صغيرين. احنا عايزين سبونسر الابطال دول. يعني اه انا بشكرهم جدا على الحضور. احلام شرفتينه ورفعت رأس مصر ورفعت رأيه مصر. سبطلت العالم. سهيلة. يعني اه شرفتينه بطل بجد وعندك روح قتالية عالية جدا باصابتك. وتكمل المباراة عشان فريقك يكسب عشان مصر. تكسب عشان عالم مصر يترفع. نقدم لك كل التحية من اونس بورتس. مصر كلهم تقدم لهم التحية. ابطال وبطلات مصر دايما في صوراتهم وجوالاتهم بيثبتوا ان المصريين هم يعني على قدر المسئولية وعلى قدر البطولة. رفعين رياتنا دايما. من نالهم التوفيق. انتهت حلقة النهاردة من ملاعب الابطال. ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. ابقوا في رأيت الله.